السلام عليكم أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين اليوم سوف نرى الصفحة 21 و صفحة 22 من كتاب فرنسي وكوليج المستوى الثاني اعدادي لدينا سيكونس 2 اليوم نبدأ في الوحدة الثانية الوحدة الليولة نقرأ فيها الصفحة الأولى كيف حالك تختم سوف نقرأ الإدتوريال هي الإفتتاحية ما هي الإفتتاحية؟ هي أهم مقال في الجريدة أهم مقال في الجريدة هي الإفتتاحية و كيف يكتبها الإفتتاحية؟ يكتبها مدير النشر فهي ليس في الجريدة، و كيف يكتبها في الجريدة؟ مثلا راشيد نيني كانت أهم من الناس من يشترون الجريدة في الصباح و في المساء كانوا يكتبون في الجريدة لكي يقرأوا الإفتتاحية لكي ترى الإدتوريال أهم مقال كانت هناك الإفتتاحية التي كانت مشهورة في الأخبار اليوم من الصحفي بوسترين دابا المجدود في الحبز إذا الإفتتاحية هي أهم مقال في الجريدة هي أهم مقال تعطيك التوجه العام ديال الجريدة يمكنك تشوف بأنها ليس شيء يكتب تقرأ الراكتابة تكون متروزة و يكون فيها توجه العام ديال الجريدة مثلا جريدة و اش رايمة لها تجي الحكومة و اش في المعارضة تكتشم ريحتها لك شتيك يضرب في الحكومة كتعرفهم عن معارضة و ماللي مهلين فيها لك شتيك يضرب يعني كتشم منتا هذا التوجه العام ديال الجريدة من خلال الافتتاحية اللي عندنا هو ملشي واضح نزو لديتوريال هي الافتتاحية الوبجيكتيف هو أنك تصاوب لنا الافتتاحية ديال الجريدة القسم لدينا الافتتاحية ديال الجرائد الكبرى المساء الصباح الأخبار اليوم كده 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 هنا كنا نضرب على الجريدة صغيرة وراد ريفة ديال القسم يكتبها كي يكتبها هاد الافتتاحية يكتبها شي تلميذ المتفوق تلميذ ناجيب لديتوريال يعني الخصائص ديال الافتتاحية الوبجيكتيف الهدف إدنتيفيه لديتوريال أننا نحدد المميزات أو الخصائص ديال الافتتاحية وعننا السيبور اللي عطينا هنا الدعام اللي عطينا هي هذا النص لديتوريال اختصارا نسميه بعض مرة لديتو الافتتاحية هنا نشوف الافتتاحية ديال هاد تطاليخ تطاليخ يعني الجميع للقراءة كدير هاد المجلة هاد هدي مجلة مية في المية كدير ثلاثة أورو يعني ثلاثة فرنك باش كتباعوا وهدي افتتاحية ديالها يعني افتتاحية تكون الداخل في هاد المجلة نقرأ وشنو كيف يجدير هاد الافتتاحية هدي نقرأوها ونشرحوها نقرأوها نقرأوها ونشرحوها نقرأوها ونشرحوها عن كل شيء عن لا شيء غير نصب نضحك سويا نتشارك في كل شيء المشاعر 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 نقرأوها ونشرحوها نقرأوها ونشرحوها نقرأوها ونشرحوها نقرأوها ونشرحوها نقرأوها ونشرحوها يومي إنه مجلا ورقيا من الجيد أنك هنا سأتطني تخلح أن çalış هناك بسبب عامة سأتطني سأكون تدرك ีступوى, كيف تدرك دائ Van der1ر pada أنتتع migrants أن يرى لمعرفة من الصفحات الأولى Que ce soit la première fois Ou la cinquantième سواء كانت المرة الأولى أو المرة الخمسين Cela revient strictement هذا يعود فين الأمر يتعلق يتعلق strictement يعني بجدية ومام يعود لنفس الشيء Viens, سويمو تعالى, اتبعني تور لاباج أدير الصفحة المغامرة تستمر دون تطاليخ المغامرة تستمر في تطاليخ هي اسم المجلة يجي معي تشوف رباق المستمران في الكتابة في هذه المجلة تطاليخ بحالك هالتيتوريال بحالشي واحد كي عاية في الصخ وهجو هالديسير زوين هالبانان بقي جديد هالبانان ديال مثلا شي بلاد في هالبانان هالتفاح ديال ميد دلتا حالكي هاجو تشوفو هالبانان يعني بحالك يعرض لك السلعة دياله مع لمسة من الفكاهة الكثير من الصداقة نتشاركها بيننا ام اف دا بادا تكون شنو اسميتو عا تكون اسميتو متى ميشيل الحرفي اللي اولا اسميتو ام اف ميشيل شي حاجه او لا اذا اذا فهمتو كيفاش طريقة دياله دياله يجبك الدوخة يعني كيف يدخل يخلش يجبك الدوخة كيف يدخل هاجو تشوفوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر